اشتركوا في القناة بس قبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول في جي 1991 هو كائن فضائي له تاريخ مع كل المهتمين بعلوم الفلك من اول ما تم اكتشافه على ايد عالم الفلك الامريكي جامس سكوتي والحد النهاردة وزي ما انتم لحظين كده في جي 1991 مصنف على انه كائن وده على عكس المتبع فعادة الاكسام الفضائية بتاخد كلمة جرم عند الكلام بصفة عامة او مثلا ممكن يبقى لها تصنيف محدد شوية فتتسمى كويكب او نيزك او غيرها من التصنيفات اللي بتشمل الاكسام الطبيعية واما بقى لو كان الجسم ده من صنع البشر فبياخد واحدة من التسميات المعروفة اللي زي مسبار او مركبة او صاروخ الى اخره ولو افترضنا انه ولده ولده والجسم الفضائي عبارة عن شوية حطام فبيتقال عليه نفايات فضائية اما بقى في جي 1991 فهو الجسم الفضائي الاول اللي العلماء معرفوش يحطوه تحت اي تصنيف وعلشان كده اطلقوا عليه وحدة اوبجيكت او كائن والحد النهاردة مش معروف هو ايه بالضبط مش معروف اذا كان صخرة فضائية ولا قطعة من الحطام الفضائي ولا ايه بالضبط كل اللي معروف عنه شوية موظفات منها ان طوله بيقل عن مية متر ويمكن حجمه الصغير ده اللي صعب علينا ان احنا نعرف حقيقة الجسم بالضبط لكن برضو مش ده السبب الوحيد السبب التاني واللي هو السبب الاهم انه بعد اكتشافه فترة قليلة في مدار قريب استخبى في المدار بتاعه واستحالت رؤيته من الارض لكن العلماء حاولوا يحطوا بعض الافتراضات واللي كان الهدف منها هو حساب الزيارة الجاية اللي هيوصل فيها VG 1991 ويبقى متاح ان احنا نشوفه مرة تانية من على سطح الارض لكن لغاية ما تتعد الزيارة هتفضل كل الاحتمالات مفتوحة وهيفضل الجسم ده بيكتني في الغموض وهيفضل برضو فرصة لمحبه نظريات المؤامرة واللي كتير منهم تبنوا فكرة انه مسبار فضائي من حضارة غير حضارة البشر واحد تاني من الاجسام الغمضة اللي تم رصدها هو الجرم الفضائي وام 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 مبدأين كده عن طريق الرصد الـ 11 يوم متواصل قدر العلماء يحددوا انه جرم فضائي طبيعي واذا كان جزء من الغموضة شيل لما عرفنا انه جسم فضائي طبيعي فللأسف معرفتنا تتوقف عند النقطة دي فهو مش معروف بالزبط اذا كان نايزك ولا كويكب ولا مزنب ولا ايه بالزبط والمشكلة الاكبر انه هيفضل مش معروف للابد وده ببساطة لان وام وام وا كان في زيارة للمجموعة الشمسية من القرن التسعتاشر او من اول القرن العشرين والغاية ما تم اكتشافه في اكتوبر 2017 ومن خلال الرصد اللي كان على مداره الـ 11 يوم اللي قلنا عليهم العلماء ما يدروش يحدده هو ايه بالزبط وعلشان كده ظهرت برضو مجموعة من الافتراضات زي انه مزنب غريب على المجموعة الشمسية وافتراض تاني قال انه ممكن يكون جبل من النيتروجين اتقطع من جسم فضائي موجود وراء بلوتو وظهرت طبعا غيرها كتير من الافتراضات ومن اكتر الحاجات المميزة فوق وام واموة انه بيتميز بتطرف شديد في ابعاده وتقريبا مش بيشبه اي جسم فضائي تاني معروف فمن ناحية الطول بيبلغ طوله حوالي كيلو متر واما العرض فمش بيزيد عن 167 متر والنسبة دي خلت شكله على هيئة جسم سطواني غريب مش بيتشبه مع الاجسام الطبيعية المعروفة ده غير انه بيتميز بقدرة عالية على عكس الضوء وصرعته كبيرة كمان واول مرة تم رصده كان عن طريق علم الفلك روبرت ويريك لما كان موجود في جزر هواي وهو ده السبب اللي خلى روبرت يطلق على الجسم ده لفظة اوام واموة واللي هي كلمة من لغة سكان هواي الاصليين واللي معناها رسول الفضاء القادم من بعيد في 6 يناير عام 2010 اكتشف الباحثين عن طريق تلسكوب هابل جسم يشبه المزنب اطلقه عليه Object X وبرغم من ان حرف الاجس بيستخدم كعلامة رمزية بتعبر عن حاجة لسه متسمتش حاليا الا ان X في الحالة دي ما كانش معنى رمزي الجسم ده هيشبه حرف الاجس فعلا المهم انه وقته ما تم اكتشاف Object X كان بيتحرك بسرعة بتقدر بحوالي 18 ألف كيلو متر في الساعة وكان بيبعد عن الارض مسافة تقدر ب144 مليون كيلو متر وبعد فترة من البحث والدراسة اكدت ناسا ان الجسم عبارة عن حطام متبقي من استضام كوايكبين واحد صغير وواحد كبير وكانت النتيجة للاستضام العنيف ده ان الكوايكب الصغير اتبخر وتحول لغبار وفي النهاية شكل مع بقايا الكوايكب الاكبر الشكل X الغريب ده مع ديل طويل من الغبار وهو الجسم اللي استقر اخيرا في حزام الكوايكبات بين المريخ والمشتري لكن في النهاية رجعت ناسا واعترفت ان ما عندهاش اي تفسير ولا اي حالة تانية مشابهة لتكوين الشكل X الغريب ده بالذات وقاله في المستقبل ومع تطور التيرسكوبات ممكن نكتشف اكتر عن الجسم الغريب ده وممكن نكتشف كمان اجسام تانية غريبة وغير ممطية للاجرام السماوية نيكو هي كلمة صينية معناها المتمرد الجرم الفضائي نيكو هو جرم تم رصده خارج مدار نيبتون وبيعتبر جسم متمرد عن طبيعة اجسام المجموعة الشمسية كلها فقال حاجة توضح تمرده انه بيدور في الاتجاه المعاكس لكل حاجة تقريبا في النظام الشمسي بتاعنا وبيقول علماء الفلك ان سلوكياته غريبة بشكل مش معقول والمفروض ان ما فيش جسم يتصرف بالشكل الغريب ده الا عن طريق جاذبية جسم اكبر منه غير مرصود لنا لحد النهاردة وعلشان كده يعتبر نيكو احد الاسباب اللي بتخلي العلماء يعتقدوا ان فيه كوكب تاسع ضخم جوه مجموعتنا الشمسية لكن لسه ما شفناهوش لحد دلوقتي وفيه فريق تاني من العلماء بيقول ربما يكون تابع لنجم قزم لكن غير مرقي لنا وبرضو موجود افتراضات تانية كتير عن الجسم ده لكن الحاجة الوحيدة المؤكدة بخصوص نيكو انه مازال حالة خاصة وان الغموض اللي حواليه اكتر بكتير من المعلومات اللي نعرفها عنه وده لان الكل اللي نعرفه عنه لحد الوقتي انه موجود في مدار بعد نيبتون بشوية وقطره بيبلغ حوالي 200 كيلو متر واللي مخلي معلوماتنا مش متوفرة عنه بالشكل الكبير ده انه ما تمش اكتشافه غير سنة 2016 واحد من اكبر الفرقات ما بين الكوايكبات والمزنبات هو ان الكوايكبات بتكون عادة من الصخور والمعادن والمزنبات عادة بتكون من الجليد وعلشان كده المزنبات دايما بيكون ليها ديل من الجليد المزعب واللي بيدوب لما المزنب بيقرب من الشمس ده غير طبعا ان الضوء المنعكس على المزنبات بيكون مختلف عن الضوء المنعكس عن الكوايكبات وده نتيجة الاختلاف ما بين الجليد والصخور وعلشان كده بيبقى سهل جدا بالنسبة للعلماء إنهم يفرقوا بين الكويكبات والمزنبات لكن بالنسبة للجرم المعروف باسم إلست بيزارو الموضوع مش سهل بالمرة فمع اكتشافه سنة 1979 كان مستقر في حزام الكويكبات وبيتصرف زي باقي الأجرام اللي موجودة في الحزام وبناء عليه تم اعتباره كويكب صغير والموضوع اتقفل على كده لكن لما تم إعادة فحصه سنة 1996 ظهر إن إلست بيزارو بيمتلك ديل وكل المؤشرات وقتها قالت إنه مزنب وللمرة التانية تم تصنيفه تصنيف مختلف لكن سنة 2006 لما تم رصده للمرة التالتة اكتشف العلماء إن طبيعته صخرية وتم تغيير تصنيفه مرة كمان وكان الاقتراح الوحيد لتفسير الديل اللي بيملكه الجسم إنه كويكب مليان بالجليد من جوه وقدى استضامه بكويكب تاني لكسور في إشرته الخارجية وهو الأمر اللي أدى لتصرق الجليد ببطء من أعماقه والحل الوحيد للتأكد من النظرية دي هو إن إحنا نستنى لحد ما تدفق الجليد اللي خارج منه ده يقف وبعد كده يتم فحصه مرة تانية ولو الديل في يوم اختفى وفضلة الأجزاء الصخرية يبقى موضوع إنه كان كويكب مليان بالجليد ده تلاقى صحيح وأما بقى لو الجسم كله على بعضه اختفى يبقى الجسم أكيد كان مزنب وكله عبارة عن جليد لكن علشان نقدر نحدد أنهي إجابة في الاتنين اللي صح هنحتاج مصبر فضائي يقرب من الجسم ويفحصه من قريب علشان يحسم الموضوع وهو الأمر اللي بيتم الترتيب لي دلوقتي علشان يتم سنة 2028 الغموض اللي في مجموعتنا الشمسية مش مقتصر على الأجرام السماوية بس في مناطق فضائية كاملة لها نصيب كبير من الغموض لدرجة إن علماء الفلك أعلنوا عجزهم عن فهم منطقة معينة في مجموعتنا الشمسية واللي لما بتتحرك فيها المراكب الفضائية أو المسابير أو حتى بتيجي فيها المحطة الفضائية الدولية كل الأجهزة بتضطرب أو حتى بتتعطل ومش معروف لحد دلوقتي إيه سبب التأثيرات اللي في المنطقة دي تحديدا وما فيش أي حاجة قدرت تكشف سر المنطقة ولا تلسكوبات عملاقة ولا حتى المحطة الفضائية نفسها وعلشان كده تم إطلاق لقب مسلس برموضة الفضاء على المنطقة دي وهي منطقة صغيرة بتمتد لـ 200 كيلو متر فوق جنوب المحيط الأطلسي وطبعا مع الغموض ده ظهرت افتراضات ونظريات كتير واللي واحدة من أشهرها إن اللي بيحصل ده ناتج عن تأثير حزام فان ألين والكميات العالية من الإشعاع هي اللي بتأثر على الأنظمة الإلكترونية وبتسبب لها حالة الجنون اللي بيشوفوها لكن بالرغم من كده مازال العلماء مش متفقين على تفسير واحد يحسم الجدل ومازال مسلس برموضة الفضاء واحد من الألغاز الغمضة في مجموعتنا الشمسية لحد النهاردة بس كده خلصنا مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا أنتوا أكدع ناس اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة يكتبوننا في التعليقات أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من تعليقاتكم سلام